اشتركوا في القناة احتمال صحتهم البدنية حيث اثبتت الدراسات العلمية وجود علاقة قوية بين التغذية السليمة والتحصيل الدراسي لدى الطلاب الحديث اكثر عن التغذية الصحية خاصة لطلاب الثانوية العامة والاطعمة التي تزيد من مستوى التركيز وتحسن من الذاكرة ارحب بضيفي هنا في الاستوديو دكتور محمود الشيخ علي اخصاء التغذية العلاجية وطب الاعشاب اهلا وسهلا فيك مع دكتور محمود مهلا وسهد الله صباحك والحمد الله على سلامتكم الحمد الله على سلامتكم وانا وسهلا فيكم اهلا وسهلا دكتور محمود يعني طلاب الثانوية العامة هذا الموضوع السنوي دائم نحكي عن موضوع التغذية خاصة حتى نقدر نساعدهم على تحسين مناعتهم حتى ما يمردوا فترة الامتحانات حتى نقدر نحسن من ذاكرتهم ما الى ذلك نحكي بشكل مباشر في الموضوع عن الاغذية والتغذية التي تحسن من مستوى التحصيل الدراسي عند الطلاب وخاصة الثانوية العامة شوف انت يعني كانت المقدمة رائعة انه هي التغذية عملية تراكمية بمعنى انه المفترض انه انا ابدأ بالاهتمام بموضوع التغذية منذ صغر حتى ان يكون الشخص هذا عنده القدرة على التركيز وممارسة الحياة اليومية بشكل عام لكن حقيقة للأسف اليوم التغذية بشكل عام تغذية سيئة نتيجة المأكلات الجاهزة والمصنعة والتي تضعف جهاز المناعة بشكل عام ولكن ربما بعد وباء كورونا بدأ العالم يستيقظ انه يجب العودة الى الطبيعة والى الاكلات الصحية والاكلات الطبيعية اليوم طلب التوجيه يجب انه احنا كأهل لازم نشل محهم بعدة اتجاهات الاتجاه الاول وهو العامل النفسي طبعا خلينا نحكي لك مقارنات عن يعني عن ما كان يحدث قديما واليوم في بعض وكلنا مرينا بمرحل التوجيه في بعض العادات الكثير سيئة وتؤثر نفسيا على نفسية الطالب لما تيجي الام او الاب يقوله قوم كل شي يقوله قوم اقرأ مع انه العلم هو الناس بتفكر انه الدراسة بعدة ساعات وهذا احنا فيما بعد فهمنا انه الموضوع كان اصلا خاطئ يعني انه لازم انا اضلني صهران طول الليل هذا غلط ربنا بقوله جعلنا الليلة اللباسة فالطالب الشاطر هو اللي بيستغل او يستثمر وقت الصبح في الدراسة والليل للنوم لانه هادي الساعة البيولوجية تبعت الانسان فلازم الاهل يكونوا داعمين وليس مؤثرين سلبا نهيك ايضا عن المشاكل الاسرية الممكن تنتج تنعكس على نفسية الطالب لكن هذا من ناحية نفسية ومهم جدا من ناحية اغذوية يجب توفير الحد الادنى للطالب بعيد عن الاسراف في موضوع الاكل يعني اديك مثال يعني اليوم معظم طالب التوجيه بيطلعوا من توجيه النصحين اقل اقل شي اقل شي هذا واحد منه خمسة لعشرة كيلو اذا ما كانش اقتل ليش الطلبة قاعدين على المكتب شوكولاتة طالقة شوكولاتة نازلة للأسف مأكولات سيئة بحجة نسكة فيه طالع ونسكة فيه نازل بحجة انه بيدرس ولازم انا وفره البدوية للأسف الشديد هو مش عارف انه قاعد بيخزن في الجسم كمية كبيرة من الدهون التي ستؤثر على تركيزه وتؤثر على الاستعاب تبعه وبالعكس هو انه لازم اوفره اكلات صحية حتى يظله في حالة يقضى وفي حالة تركيز مستمر فالعادات الغذائية الخاطئة والسيئة اللي بيتناولها طلاب توجيه وربما بمساعدة الاهل اول شيء الوجبات الدسمة يعني الاكلات الدسمة اللي فيها كمية كبيرة مدهون بالذات على وجبة الغداء تديني الشعور بالخمول والكسل والشعور بالنوم ومش هقدر اركز المنبهات المشروبات زي القهوة وربما يلجأوا الى تناول مشروبات الطاقة بحجة انه انا اظن صهران وعساس انه الصهر مفيد على الاطلاق الصهر غير مفيد وانا بنصح الاهل والطلبة انه بعد الساعة شهر يكون فيه نوم عشان اقدر اصحى على صلاة الفجر او قبل الفجر بشوية لانه من الساعة اربعة حتى الساعة السابعة هذه الساعات الحقيقية للتركيز تمام موضوع التالت اللي هو الاكلات المصنعة زي ما حكينا هذه برضو كارثية على صحة الطلبة المنبهات الاكلات الليلية كمان برضو راح يكون لها تأثير سلبي على الطالب لكن في المقابل انا بامكان انه اقدم له وجبات رائعة وربما تكون اقل تكلفة من الاكلات المصنعة ولازم يتناول خضار وفواكه بغض النظر عن نوعية الخضار وفواكه حسب المتوفر في البيت لازم ادخل في نظام الغذائي القمح القمح الكامل بدل الخبز الابيض الخبز الابيض نشى وسكر فراح يتحول الى دهون وبرضو راح يديني سمنة ويقلل التركيز انه لك علاقة وطيدة بين السمنة وقلة التركيز وحتى بلادة الافكار لما انا بديله القمح الكامل انا بديله مادة غنية بالفيتامينات والمعادن وتحتوي على مهدئات للأعصاب ومقوية لجهاز المناعة نحاول انه احنا ندخل البروتينات ولكن بشكل صحيح يعني السمك مثلا لو مرة بالاسبوع او مرتين بالاسبوع بس يكون سمك مشوي لانه اذا كان مجلي خلاص انا هفقد راح تصير عندي ضياع لكثير من المواد حتى الزيوت ربما يحدث لها تدمير كمان انا بدي اقدم له الحليب يعني الحليب مهم جدا انه بالذات يكون في فترة المساء لطالب توجيهي لانه بيحتوى على البروتين بيحتوى على الكالسيوم اللي انا بحتاجه كمهدئ للأعصاب يكون عندي تعدد في الوجبات يعني ما يكون عندي مثلا انا راح اتغدى واكل كميات كبيرة عشان ما اشعرش بالخمول يعني بدلا تلات واجبات تصيروا اربع واجبات تصيروا خمس واجبات بحيث يضل في عندي حالة من النشاط واحاول انه انا المشروبات اللي انا بشربها فيها الكفايين كمياتها لانه نستبدلها بالمشروبات طبيعية طيب دكتور محمود ليلة الامتحان شو نغذي طلابنا وابنائنا حتى يقدروا يرقزوا في الامتحان شوفوا احنا في عنا تغذية ما قبل الامتحان لان انا كنت بحكي عنه لان في عنا تغذية كمان خلينا بس على المشروبات هذه نصيحة للطلبة ركزوا على مشروب الزعتر على مشروب كليل الجبل على مشروع المرامية هذه المشروبات كلها منشطة للدورة الدموية وتساعد على التركيز بشكل كبير الان النظام الغذائي تبع الطالب بالقبل ما روح الامتحان لازم يكون مفطر لازم يكون في فطور والفطور هذا يكون فطور بسيط مش كمية كبيرة من الاكل يعني انا بعتبر افضل فطور للطالب هو البطاطا والبيض يعني اللي هو البطاطا المسلوجة مع بيضة لانه البطاطا بتحتوي على نشويات كربوهيدريت معقدة فتحتاج الى وقت طويل او تحتاج الى وقت اطول لعملية امتصاصة وتحويلها الى جلوكوز ايضا البيض يحتوي على بروتين ويحتوي على بيتامينات وكولسترول ودهون غير مشبعة في البيضة مع معلجة زيت لو اكلتم بالمعلجة انا اخدت وجبة متكاملة ممكن ادخل محل خضار بيكون كتير كويس الموز نصيحة لكل الطلبة عليكم بالموز الموز هذا طعام العباقرة الموز يعني حتى انا بقول يعني بذات للاطفال او للطلبة الموز وجبة اساسية زي وزي الخبز تمام؟ ليش؟ لانه الموز اول شيء يحتوي على مواد مهدئة للأعصاب ومواد منشطة في نفس الوقت ويحتوي على دهون غير مشبعة ويحتوي على كاربوهايدريت معقدة فقرني الموز هذا انا باخد وجبة كاملة بالذات قبل الامتحان ويبتعد الطالب قبل الامتحان عن تناول السكرية البسيطة زي الشوكولاتة مثلا ليش؟ لانه الشوكولاتة سكر بسيط فالجلوكوز رح يرتفع رح اشعر انه انا بركز بعد هيك رح ينحدر عشان هيك كتير من الطلبة بتلاقيه في الامتحان متذكر بس يعني بعرف يعرف الاجابة مع انه هناك اعتقاد سأد عند طلاب الثانوية العامة انه حبت الشوكولاتة بتخليهم يركزوا اكتر مؤقت مؤقت نعم مؤقت نعم تمام؟ لانه الجلوكوز بطلع بسرعة وبنزل بسرعة فبتلاقيه انه بحل اول بعد هيك ببدأ ينسع لانه انت عارفة الدماغ بياخد كمية كبيرة من الطاقة اللي احنا بسهلكها يوميا في التفكير فبصير انه هو مركز بعد هيك بصير السؤال هذا هو ذاكره بس مش عارف وين ممكن يتذكروا بعد اسبوع بعد هيك بتصير صرف معنا كتير لكن انا عشان اخلي مستوى التركيز عنده في حالة انتظام بدي اركز على الكربوهايدريت المعقدة زي الموز زي مثلا زي ما قولنا النشويات ممكن ندخل الطمر برضو في الموضوع بس برضو الطمر يحتوي على سكريات بسيطة لكن لازم انا اكون ماك الوجبة تحتوي على نشويات معقدة وما انا ما ااخدش شوكراته راح افطر شوكراته واروح على الامتحان للأسف هذه راح ممكن تقديني شعور ممكن انسى وممكن تقديني قل التركيز برضو كمشروبات زي ما قلنا الزعتر المرمية كليل الجبل كليل الجبل قمة في الروعة للتركيز حتى في الحضارة او الثقافة اليونانية لحتى الان كليل الجبل او الرزمار الناشف بحطوه مع الفحم يعني بحطوه على الفحم ويستنشق البخار اللي طالي اعتقادة منه انه هو منشط للتركيز والذاكرة احنا ممكن نشربه كمشروب كتير منتاز طيب هل في اطعمة فعلا دكتور ممكن تزيد من التركيز يعني مثلا دائما نسمع الكبار كل دق او زعتر بتزيد التركيز عندك وتحسن الذاكرة هل فعلا في منه هذا الكلام طبعا بس الزعتر بالفعل اذا كان الزعتر مطحون وكان بالفعل زعتر طبيعي الزعتر بيعمل على تنشيط الدورة الدموية والتروية الدماغية فبيدي الدم محملا بالاكسجين بكمية كافية الى الدماغ وبيديني حالة من النشاط سواء الزعتر سواء السمك المكسرات كتير العسل الطبيعي منتاز جدا هذا منشط للذاكرة طبعا لكن برضو احنا في عنا سلوكيات يمارسها الاهل في الامتحان سلوكيات خاطئة وهذا احنا يعني عيما كنا بتوجيهه لما كنا بالروح من الامتحان كان يعني الوالدة ايش عاملة بتعمل اكلات دسمة اساس انت مروح من مهمة جهادية عليا فانت بتروح بتلاقي جاجة ولا نسكره كباب ولا مش عارف ايش وممنوع حد يلمسهم هذا لطالب توجيهه هذا خطأ لانه يعني الواحد مروح بياكل كمية كبيرة كمية الدسم عالية طبعا اعتقاد واجتهاد قديم انه طالب توجيه بده تغزية خاصة فاحنا بروح بنجيب له اكلات دسمة لا وانا مش بحاجة الى اكلات دسمة انا بحاجة الى اكلات بسيطة عشان تساعدني في التركيز للامتحان التالي مش انو انا اكل وانا انام لانه هاد حالة من الهروب يعني كتير من الطلبة للأسف بياكلوا اكلات دسمة فبصير الدم بروح للمعدة فبشعر بالنعاس فبروح بنام لا انا معني بممكن طبيعي تنشيط الذاكرة وليس انو انا اصير عندي حالة من الكسل والخمول عشان ايك احنا بنقول ايه اللي هو وجبات متنوعة خلال اليوم ومشروبات متنوعة موضوع النس كافيه موضوع سيء جدا حقيقة للطلبة للطلبة بشكل عام لحتوى عليك دهون مهدرجة ومنبهات انا مش معا انو ممكن الانسان يشرب جهوة او شاي ولكن عدم الاكثار منها لانو راح تعمل مفعول عكسي عشان هيك الناس المدمنين للجهوة لما بيشرب في البنام ليش انو صار مدمن جسمه تعود على القهوة لكن الانسان اللي مش مدمن ممكن لما يشرب قهوة تدي شعور بالصهر انا هرجعتان اقول ونصيحة اياك والصهر الصهر مدمر للصحة الصهر مدمر للذاكرة عشان هيك ربنا سبحانه وتعالى قال واجعلنا الليلة لباسة ومن السنة انو احنا اننا مبكرا حتى نستيقظ مبكرا والفجر وهذا بناء على تجارب احنا عشناها وتعافى يعني في خلال المراحل الانسان الدراسية كان بيصهروا ايام ما يصحرش لكن في الخلاصة لا البنام بدري وبيستثمر ساعات الفجر مع الاستنشاق الهواء النقي اللي هو هواء الفجر اللي بدخل الاكسوجين بكميات كبيرة الى الجسم بنشط للذاكرة زائد ممارسة الرياضة بالناش برضو ننسى ممارسة الرياضة لو لو بين كل يعني اسوأ شيء انو انا ظلني جاعد على الكتاب الناس بعتقدوا انو انا يعني كل ما جاعدت على الكتاب اكتر معناتو انو انا بقى الدروس اكتر لا ساعة كبيرة هيا ساعتين لازم اقوم انشط حالي امشي العب رياضة كمان نصيحة للطلبة بلاش نتفرج على الافلام المؤثرة في هذه الوقت او برامج ممكن تديني تفكير سلبي او طاقة سلبية لا نبعد عن هذه ونحاول لو بده اتفرج على التلفزيون برنامج ترفيه يكون طيب دكتور خلال الساعات الامتحان يعني في بعض الطلاب بيجيبوا معهم لبن مية حبة شوكولاتة ما الى ذلك هل بتنصح خلال تقديم الامتحان نتناول اي شيء سواء مأكلات او مشروبات شوفي يعني ممكن ياخد طمر يمكن ابداعنا الشوكولات الطمر افضل لو واحد مسلا شعر في عنده حفتان بجسمه ممكن يتناول طمرة ما يصلش الامتحان اللي هو ماكين الموزة تبعته او الموزتين يعني ممكن ياخد مية لانه انت بتعرفيش ممكن تكون ردات فعل او ممكن يشعر الخوف نفسه كمان رهبة الامتحان لا بأس انه انه يشرب مية لكن موضوع اللبن مش راح يعني مش راح يفيده باشي العصائر العصائر الطبيعية لا بأس في ذلك ما فيش مشكلة يعني كان نوع من التنشيط اللحظة للتركيز لكن انا بقول الطمر افضل شيء او عصير الطمر برضو بكون ممتاز لو عمل طمر محليب برضو ممتاز لكن اذا هو مفطر كويس فمش محتاج يعني انه هاده المأكلات يعني في الامتحان نتمنى كل التوفيق لطلاب الثانوية العامة وشكرا على هذا المصاح والمعلومات الطبية دكتور محمود الشيخ علي خصائي التغذير علاجية والطب العشاب شكرا جزيلا لك